موسيقى منخفض جوي في المحافظات الجنوبية وخسائر بشرية ومدية كبيرة أين حكومة معين عبد الملك؟ مما يحصل للمواطنين؟ وين دور المنظمات التابعة للتحاذب والمنظمات المعنية الأخرى؟ موسيقى موسيقى توفي مواطنان في محافظة عدن جراء السيول والمنخفض الجوي الذي يعصف بالعاصمة المؤقتة فيما تسببت الأمطار الغزيرة بتضرر منازل ميئات المواطنين في مديريات كريتر والتواهي والمعلى والمنصورة والشيخ عثمان مضطرهم لترك منازلهم والنزوح إلى مناطق آمنة أمام كل هذه المأساة نفذ رئيس الوزراء نزولا ميدانيا للمناطق المتضررة ووجه باعتماد ميزانية طارئة لمواجهة الأضرار فيما اكتفى رئيس اللجنة العليا للإغاث عبد الرقيب فتح بمناشدة المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل وإرسال فرق الطوارئ ترى هل تجد توجيهات رئيس الوزراء بالميزانية الطارئة طريقها إلى المتضردين في الوقت المناسب لهم؟ لم يكن يعرف الشاب على العصفور أنه سيقضي نحبه هنا في حي شيخ عثمان بعدن نتيجة سعق كهربائي تسببت به السيون والأمطار الغزيرة التي نزلت على العاصمة المؤقتة وغيرها من المحافظات الساحلية الشاب جمال حسين هو الآخر لقي حتفاه في مدينة ملاه عدن جراء سقوط الأشجار وهطول منخفض جوي تسبب بالعديد من الأضرار البشرية والمادية غريقت مناطق بأكملها كمنطقة المسرابة في صير بكريتر وحي مستشفى الجمهورية بخور مكسر وتضررت مناطق عديدة في المعلى والتواهي والشيخ عثمان ألاف الأسر تضررت منازلها جراء ذلك واضطروا للنزوح إلى مناطق أخرى آلاف منهم يقطنون الآن في ملعب 22 مايو دون أي خدمات إيواء من الجهات الرسمية والمنظمات المعنية بحسب مصادر ميدانية لم تكن ليلة قاسية على عدن فحسب ففي أبيان تضررت منازل المواطنين ومصالحهم جراء السيول الضخمة ما أدى إلى وفاة طفلة كيان جمال وإصابة طفلة أخرى في منطقة حناد بمديرية أحور بحسب موقع عدن الغد المكلة ظن لها نصيب من رياح هذه العاصفة وغرقت العدد من الشوارع بسيول الأمطار فيما تجري جهود السلطة المحلية لتصريف المياه وتخفيف معاناة المواطنين اللافت في هذه الأزمة الإنسانية أن جهود الحكومة تكاد تكون غائبة تماما عن معاناة الناس رئيس الوزراء اكتفى بزيارة ميدانية ووجه بموازنة طارئة لمعالجة الأضرار لكن المواطنين الذين تغرقوا منازلهم على بعد أمتار من قصر معاشيق ما زالوا ينتظرون الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها أي حكومة تمر بكارثة إنسانية مشابهة وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيف فتح من جهته دعى المنظمات الإنسانية إلى تدخل العاجل لإرسال فرق الطوارئ وإنقاذ المتضررين من هذه السيول غير أن آلاف المتضررين لم يروا جهود المنظمات الإغاثية ولا الأجهزة الحكومية بعد ما صلحنا أي حاجة لكن حل جديد ما فيش على البيوت وشرقه يعني حالة حالة مجدد ترحبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من عدن سيد نزار سيرارو ناشط الحقوقي أرحب بك سيد نزار إذن دعنا بداية نستعرض كيف هو الوضع الميداني في عدن الآن منذ بدأ ضرب المنخفض الجوي وهطول الأمطار إلى هذه الساعة بسم الله الرحمن الرحيم الوضع في عدن لا زالت الشوارع ممتلئة بالأمياه الأمطار لا زالت هناك قمامة منتشرة في أغلب المناطق التي تطررت ومنها كريتر وخورمكسر الشوارع مليئة بالمياه الأمطار يعني التراكمات هنا حفر هنا الوضع لا زال في حالة من التدهور لأن هذا الأمر كان متوقع من سابق من رمضان من آخر أيام رمضان ونحن نحضر من وجود مخفض قوي من أمطار قادمة من كل يوم عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي لكن للأسف لا تكون هناك أي استقابة من أي جهة حتى رأس السلطة المتواجد في عدن وهو محافظ محافظة عدن المفروض أن يكون لديه مستشارين إلى جواره يقوم بعدد دراسات وخطط وطوارئ لكن للأسف لا نقد وما حتى رئيس الوزراء الآن يوقه بموازنة لمواقهة الأضرار بعد أن تمت الأضرار لماذا لم يتم هذا الأمر قبل حدوث المنخفض القوي أو حدوث الأضرار منطقة المرسابة في كريتر لثاني مرة خلال أقل من شهر وهي تعرض لمدة هذه الغرب هل تلقى المواطنون سيتسراروا أي تحذيرات من قبل مؤسسات الدولة ومراكزين مختصة قبل وقوع الأمطار لتفادي هذه الأضرار الكبيرة من خلال متابعتي لمواقع التواصل الاجتماعي أعتقد أنه يكاد أكون أنا الوحيد الذي كانت أحاول أنبه السكان من قبل شهر من حدوث أو 15 يوم من حدوث هذه الموقع من الأمطار للأسف حتى المختصين بالإرصاد كانوا يتخوفون من إبداء أي تعليقات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لدينا أربع محطات إداعية صحيح أنه قناة عدم متوقفة إلا أنه لدينا أربع محطات إداعية يوم المطار الذي هو أمس مساء وأنا في خط القسر أفتح الإداعة أتنقل ما بين القنوات الإداعية المتواقدة الآن لا توجد أي قناة تشير إلى وجود منخفض قوي أو إلى أخطار في الطريق فقط نحن كم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نقوم بالتصوير ونشر المنشورات وتحذير السكان وبالفعل أعتقد أن الكثير منهم استفاد من هذه المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لغياب السلطة المحلية أساسا لا زالت الأضرار موجودة في عدن ولا زال السكان يعانوا من مشاكل بنية تحتية مهدمة موازنات تذهب إلى القيوب شيئة كثيرة هي أسباب ما حدث لعدن إضافة إلى أننا نحن شبه جزيرة عدن تعتبر شبه جزيرة محاطة من ثلاثة القوانب من البحر لديها مقاري سيول قديمة جدا ولا زالت متواقدة لكن تم البناء عليها بناء عشوائيا أو أهملت وسدت كان في عام 2009 و2008 عندما كنا نعمل في صندوق النظافة كأننا قبل موسم الأمطار نقوم بتصفية مقاري السيول في التواهي والمعلة وخورمكسر وكريتر تحسبا لموقع الأمطار القادمة حفاظا على أرواح السكان ومتلكاتهم لكن الآن لا توجد حتى خطة طوارئ من يومين فقط لا توجد عندنا شيء في عدن هذا أمر مؤسب بكل تأكيد وهناك يجب أن تكون متابعة لأسباب ما حدث ومحاسبة لذلك من قبل الجهات المختصة وهذا يعني أنقلنا إلى التساؤل التالي ماذا عن جاهزية مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالمستشفيات فرق الدفاع المدني الخدمات هل كانت على المستوى المطلوب خلال هذه الأيام بعد حدوث ما حدث؟ حقيقة في فقر اليوم قمنا بجولة تفقدية من بدء من الساعة الرابعة والربعة فقرا قمت بنزول إلى ثلاث مديريات وهي كريتر وخور مكسر والمعلة للأسف الشديد لم يكن متواجد في الميدان سواء مدير عام مؤسسة المياه الأستاذ فتح السقاف المهندس فتح السقاف نوقع له الشكر وأنا ساكن في خور مكسر كان متواجد أيضا مدير عام المديرية ناصر قعدني لكن ماذا سيعمل المسؤول في ضل غياب الأدوات والموازنة المساعدة له المفترض أن يكون لدينا في كل مديرية عدة سيارات شفط عدة مضخات يكون لدينا عمال قاهزين في رق طوارئ دفاع مدني سيارة إطفاء سلالم أمور المفروض تكون موجودة مع دومة تماما يعني اللي يحصل عندنا في عدن أنه إذا ضربك أي منخفض قوي أنت الوحيد الذي تستطيع أن تنقذ نفسك بيتي أنا شخصيا غرق يعني كانت في خط القسر أحاول أتقه إلى خورمكسر مش أن ألحق بيتي لكن للأسف مع ضيق الطريق وخط القسر أساسا محط ما بين بحرين اللي هو خلفي حاليا يعني الخط ممتلئ ممتلئ جدا يعني أين مسارب الأمطار أين الطرق فالحال الوحيدة اللي أنت تستطيع أن تنقذ فيها نفسك أن تحدر نفسك بنفسك وأن تتابع لحالك أما السلطة فهي غائبة تماما عن أي شيء فقط نحن ناخد منهم الماء والكهرباء حتى الكهرباء انقطعت عشرين ساعة علينا في خورمكسر بسبب دخول مياه الأمطار إلى محطة شهناز وإلى محطة الملعب أي كارثة تحصل في عدن أن يكون محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تدخلها أمطار شهناز بعد الحرب تم تأعادة تأهيلها من قد تأهيل البنية المبنى بشكل عام وتم بناء سور أين ذهبت هذه الأموال ما الذي يعمل لما تعمله السلطة من المسؤول عن هذه المشاريع الفاشلة هنا السؤال أما السلطة لا تحدرك أما السلطة لا تنقذك أنت الوحيدة التي تستطيع أن تنقذ نفسك التحذيرات فقط أن تكون أنت الطبيب بالنسبة للمستشفيات المستشفيات موجودة لكن من يستطيع أن يذهب من منطقته التي تغرق إلى المستشفى الطرقات مقطوعة لا توجد حتى سيارات إسعاف تنقل لا توجد حتى سيارات مرتفعة الدفع الرباعي تستطيع أن تمر في هذه السيول السيارات على طول الخطوط من أمس من الساعة الثامنة مساء إلى الفقر متواجدة على الشوارع بسبب انطفاء المحركات لدخول المياه فيها عندنا بنية تحتية صفر موجودة في عدن شوارع تم سفلتها قريبا خلال رمضان الماضي الآن تغرق بمياه الأمطار وهي على قوانبها البحر يعني مصرف ما يعني لا يوجد من هذا المهندس الذي أشرف على المشروع لا توجد عندنا شيء اسمه تعلم تعلم من الأخطاء عندنا تخطأ يجيبه شخص آخر يخطأ يخطأ يجيبه شخص آخر يخطأ فقط هذا هو حال عدن طيب دعني أنقل هذه نقاط جميعها إلى سيد جمال بالفقي منسق اللجنة العليا للإغاثة الذي ينضم لنا عبر الهاتف أرحبك سيد جمال بالفقي إذن ماساة كبيرة في عدن يعني ما الذي قامت به اللجنة العليا للإغاثة في هذا الصدق بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة نحن عملنا اللجنة العليا للإغاثة تواصل مع مركز الملك سلمان والإغاثة الأحمر الإماراتي يعني ابن غنان وعطينا عن صورة واضحة على ما حصل بالنسبة للأضرار الناجمة من السيول كذلك من عملية الأمطار الغذيرة فبدأ استعدادهم وبدأت الهداء الأحمر الإماراتي بعمل فريق في الطوائين لإنقاذ لشرط الأمياء الراكدة الموجودة في كثير من الأحيان الموجودة وبالإمكانيات الموجودة معهم سلمان سوف يرسل إن شاء الله خلال يومين هذين مواد غاثية كذلك وبعض الخيام ومواد يوائية وما أوقف ذلك بعد حصل الأضرار سوف نرسل إلى المنظمات للتحالف العربية في المركز المركز سلمان ما تم ما نتجه عن هذه الأضرار الناجمة كذلك الكل يحاول كذلك استطاع أن يخفض من وطاة الأضرار الناجمة من أضرار السيول طيب ما هي أبرز الاحتياجات الآن التي تم رصدها والرفع بها إليت الآن بوقت الحاضر هي رفع شفط المياه الراكدة الموجودة وكذلك يعني كذلك يواء بعض النازحين الموجودين وكذلك ترميم بعض المناطق التي تهدمت به السيول فتح الطرقات وعادة التيار الكهربائي وعادة الحياة الطبيعية لمحاوضة عدن الآن تأتي فيما بعد تحصل جميع الأضرار ليصال كل الاتدخل بشكل مزاجر في جميع الأضرار الناسية عن هذا السيول أين هي أبرز أماكن الاحتياج لمواكبة هذه الأضرار هي طبعا المناطق التي تذفق المياه الموجودة خاصة في المناطق التي هي في بعض البيوت الأشوائية كذلك في منطقة كريتا في القطيع وبعض الاختناقات الموجودة بالنسبة بعض المياه الموجودة في مجاري السيودي كانت بعض الأشياء تكتفت فيها السيودي في أدة مناطق في كريتا في خورم وكسر في كثير من الأحياء المدينة ما دعم بقية المدن في المحافظات الجنوبية المتضررة كيف هو الوضع هناك طب كل المحافظات طبعا نحن طلبنا عنية من جميع المحافظين رفع اهتياجات وحصل الأضرار الناجمة من أجل مساعدتهم لتخفيف عليهم حجم الأضرار التي تجد تتفك إليها السيودي طيب في هذا السياق هل كان هناك لديكم معلومات مسبقة بما سيحدث سيد جمال بالفقي أنتم في الحكومة في نهاية المطار يعني رئيس اللجنة العليا للإغاثة هو وزير الإدارة المحلية هناك اجتماعات دورية تجري هل كان لديكم علم بما سيحدث هل كان الاستعداد موجودا والخطط موجودة من منذ وقت مبكر في مثل هذه الحالات نحن نعمل تواصل مباشر الرئيس اللجنة المحافظين للاستعداد لهذه الحالات الموجودة بالإمكانية المتاحة وتوجهات خانطريف عبدالربونصور هذه في هذا المجال ومتابعات المستمرة اهتمام كبير في العملية التخفيف في عملية الأضارة الموجودة قد تكون أحيانا الكورة الطبيعية تأتي بحجم غير متوقع لكن في الأول غالبا يكون تغلب عليها وحاول لحصر الأضرار بشكل عام والاستعداد بشكل نحن نحن خلال كوارد السابقة نحن نغني منظمات الدولية أنها لازم تكون في استعداد كامل باستمرار في عملية مستودعات مركزية للاستعداد مباشر في المخزون الاستراتيجي خاصة في المياه في الغذاء وفي المواد الطبية لمواشرة هذه الكوارد منذ متى بدأ الاستعداد أو التحرك الاستعداد أو التحرك لمتابعة ما حدث في نحن نتابع العملية من بعد دائما في اللقاء لغاذا من بعد عصار لوبان بدأت عملية التفكير في عملية الاستعدادات باستمر خاصة وحتى ظاهرة طبيعية الظاهرة باستمر سواء كان في محافظات خاصة مناطق الشرقية أو الآن في محافظة عدن أجازها كحادثة أولى وإنما دائما باستمرار نحن تركيزنا على المحافظات التي هي مرضة باستمرار للسيول والكوارد الطبيعية لكن في مكانية الطائفة لكن نحن باستمرار الشقة في التحالف العربي دائما هم يكونوا خير معين للقنع والغاثة وفي أي الكوارد موجودة وإن شاء الله في خلال فترات القادمة سيتخفض من وطرة الأضرار الناجمة لكن سيد سرارو وهو ناشط حقوقي معنا من عدن يتحدث على أنه لم يكن هناك تنبيه للمواطنين بأن هذا المنخفض الجوي سيحدث لم يكن هناك يعني توضيح لهم أو دعوة أو توجيهات إرشادية للمواطنين في المحافظات يعني في عدن وبقية المحافظات الجنوبية بما سيحدث هو طبعا حقم حقم الحادث يعني لم يكن توقع بالشكل اللي حدث لكن كان دائما لحطول الأمراء تأتي بشكل طبيعي في أضرار في اختناقات في العملية تضغط السيوب بسبب البناء الأشوائي لكن تم التغلب عليها وإنما في المستقبل طبعا كل جهود كبيرة ستبدل الآن وسوف تبدل في المستقبل لتفادي الأضرار النازلة في المستقبل سيد جمال بالفقي منسق الأجنى العلية للأغاثة كنت معنا بالهاتف شكرا لك بالعودة إليك سيد سيرارو ما رأيك بصراحة ما قاله الأستاذ جمال في أغلبه عبارة عن معلومات غير صحيحة يعني بقد الموضوع كان نوعي الناس وننبههم في فترات سابقة لكن بالنسبة للأخوة في الإغاثة أعتقد أنه ما كانش في أي استجابة لهم عن طريق في هذه المشكلة التي حدثت فيما يتعلق هو تحدث على أنه الآن كانت هناك تواصل من قبلهم بعد ما حدث الآن هناك تواصل من قبلهم مع اللجنة مع الهلال الأحمر نفسياً كنت أحدر من وجود مخطط جوي وأمطار ستسقب على عدن أنا لست خبير إرصاد أنا فقط محامي هاوي سرارة هل تسمعوني بالنسبة لما قاله من طلب المساعدة من مركز سلمان للإغاثة فأنا أعتقد أن أنا مواطن يمني وأن المساعدة أو الإغاثة تأتي من بلادي أولاً اللي هي الجمهورية اليمنية ولنا رئيس ولنا رئيس وزراء ولنا محافظ المفروض أن يتم رفع التقارير لهم للتعامل مع هذه الكوارث أما الأخوة الأشقاء في الإمارات أو في السعودية فهم ليسوا أوصياء علينا أو ليسوا يعني يعني قهات ملزمة أنها تساعدنا هم فقط يتعاونوا معنا نحن المفروض أن نساعد أنفسنا بأنفسنا أما ما قاله الأستاذ جمال فهو يعني يخرق السيادة اليمنية أساسا أن تطلب من دول القوار أن تساعدك وأنت دولة ولك موازنة ولك إرادات ولك ولك أين البهامج أين الخطط أين أين علماء المناخ أين الدارسين المناخ أنا مفروض أنا مفروض أن تساعدني أن تعوضني أما الدول الأخرى فهي أو المنظمات الدولية هي فقط عامل مساعد في حال عجز الدولة عن هذا الشيء أعتقد أن دولتنا ليست عاجزة موازنة الدولة دولارات تذهب إلى قيوب المسؤولين فقط لو كل مسؤول تخلى عن ألف دولار أو ألفين دولار من رلاتبه أعتقد أن سيتم عمل الكثير في محافظات القمهورية في كل محافظة ستكون هناك مشاريع لكن الرواتب والمكافآت والحوافز والنتريات والعمل الإضافي وبدلات كلها بالدولار تستنزف المواطن البنى التحتية في عدم أصبحت منهكة بسبب عدم الصيانة والترميم والطرقات من يشرف عليها فساد في فساد طريق يتكلف ملايين الريالات في سياق الوضع الآن سيد سيريرو في سياق الوضع الآن في سياق الوضع الآن ما هي أبرز الاحتياجات التي يريدها المواطنون هل لازالت الخدمات مقطعة معادة نتحدث عن الكهرباء عن شبكة الطرق كيف هو الوضع في سياق الاحتياجات الطريق الآن بالنسبة للمياه أفضل أفضل خدمة عادة بشكل سريع جدا هي خدمة المياه تم تزويد منطقة كريتر والمعلة والتواهي بالمياه بالنسبة لنا في خور مكسر طبعا كانت الكهرباء مقطوعة لم نستطع ضخ المياه طبعا المياه لا تصلنا إلا فقط في وقت ما تكون الكهرباء موجودة وعن طريق مضخات الشفط المنزلية أما أنها تأتي بدون أي ضخ من جانب المواطن فهي مستحيل أنك تضخها بالنسبة للكهرباء في خور مكسر في مناطق عادت بسرعة التي هي المناطق القريبة من محطات التوليد الكهرباء في مثل المنصورة ومدينة الشعب في البريقة الطرقات تمانين في المئة من طرقات عدن غرقت في المياه خمسين في المئة من طرقات عدن صعب أن تمر سيارة صغيرة أعتقد أنه يعني عشرة في المئة من الطرقات تهدمت بسبب الحفر ومياه الأمطار العقبة كريتر نزلت كمية كبيرة من الأتربة والأحجار على طرقات العقبة مدخل عدن لهباب عدن فتم في وقتها رفع الأتربة الحالة بشكل عام في عدن تكاد تكون يعني كارثة أما بالنسبة للنازحين فأعتقد أنه لن يتم النزوح من المواطنين في عدن إلى أي مكان لأنه اكتفينا من النزوح الأول في الحرب إذا كان البيت غرق ممكن نحن يعني نرممه من قديد ننشفه نعمله الترميمات التي نستطيع أن نعيش فيها أما أننا ننزحه وتجيب لنا خيام أهل عدن لا يحتاجوا خيام إطلاقا أهل عدن يحتاجوا إلى بنية تحتية سليمة حي القمهورية مثال حي القمهورية في خور مكسر الآن تقريبا 15 سنة لم يتم عمل أي مشروع للبنى التحتية لا رصف لا مياه لا كهرباء لا مقاري كل شهر ونحن نعاني من طفح المجاري من انقطاع خدمة المياه من انقطاع خدمة الكهرباء بسبب البنية التحتية المتهالكة لذلك السلطة المحلية ليس لديها أي خطط طوارئ مستقبلية أو حالية إطلاقا لا يوجد عندنا راصد في المناخ مطار عدن الدولي فقط منشورات على فيسبوك أن هناك سيكون أنطار تم الآن مطار خدمة الأرصاد القوية من العاصمة السابقة صنعاء منشورات فقط ورقية وفيديوهات عن حالة التقصر المقبلة أين التحذيرات في المواطن بشكل مرتفة في نقطة أخيرة سيسرارو هل لازل المخفض الجوي فيما يتعلق بالأرصاد مستمرا والخطر مستمر على عدن وبقية المحافظات أم أن مشكلة الأمطار توقفت على فكرة صباح اليوم تم رصد الإطراب المناخي في غرب في غرب غرب الهند شرق خليج عدن بدأ التكون منخفض قوي بـ 20 عقدة سرعة الدوارة نحور المركز 20 عقدة الضغط القوي في مركزه ألف واربعة ملي بار هذا المنخفض يتوقع على مدى العشر الأيام القادمة أن يتجه من موقع تشكله الذي هو غرب أو شرق خليج عدن إلى مضيف مرمز نعم الخطر إذن لازل مستمرا نعم أشكرك إذن سيد نزار سيرارو الناشط الحقوقي الخطر مستمر إذا تغير اتجاهه إذا تغير اتجاهه المنخفض أشكرك سيد نزار سيرارو الناشط الحقوقي كنت معنا عبر أقمار صناعية من عدن وأذهب الآن إلى من ينضم إلينا عبر الهاتف من حضر موت الراصد حسين العمودي في غرفة الأرصاد والإنذار المبكر من المخاطر الطبيعية بدوان محافظة حضر موت أهلا بك سيد العمودي كيف بداية كيف هي الأوضاع في حضر موت كيف مر المنخفض الجوي بساحل حضر موت وبلوادي أهلا بك سيدنا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك سيدنا نحن القادر الغرفة الأرصاد والإنذار المبكر ومحافظة حضر موت باستهنى منها في سعيد الفطر ومشاهدنا بسبعة ديال في سورة الحالة الجوية التي حسرت على معظم المحافظات الجنوبية والتي كملة بينها الساحبين ومضال والداخلي في سورة في اضطراب جوء المدار ومشاهدنا حيث بادلنا بأول وسائل التنبيه منذ ما يدار بخمس أيام ما زمر بدون من الحالة الجوية عبر وسائل المعدام بضرورة في ساعة المنشورات الجوية منصف ومهاية الأسبوع الناضي ومطنع الأسبوع الحالي وغير بالشارع الصفة المحافظة الحضر بضرورة الاستعداد مع إيطان النصر الحضر في سياق الحديث عن الأضرار هل هناك أي أضرار جسيمة أو خسائر بشرية تذكر منصف أن الحضر سواء مجموعة الصناعية والبيانات العديدية ورسل بالصف والحجوة منصف الصفح منصف حالة الحصر الوصف والكتابلات الجو جنوب جديرة في حوالة الأدوية متر فيما عطلقنا تكرير رجم واحد حد التحرك بالطرار الشمائي يؤثر عائل حبيل السغطرة وغار محر العرب طيب في سياق الحديث عن الوضع الآن فيما يتعلق بالمنخفض الجوي هناك كان يتحدث السيد نزار سرارو على مسألة تشكل منخفض جديد وما شابه هل زال الخطر فيما يتعلق بهذه المنخفضات الجوية كيف هو الوضع بهذا الخصوص فقدنا الاتصال إذن مع سيد حسين العمودي الراصد الجوي بغرفة الأرصاد والإنتهار المبكر من المخاطر الطبيعية بديوان محافظة حضر موت كان يتحدث حول الوضع هناك حديث عن الاستعدادات وقبل قليل كان معنا سيد جمال بالفقيه منسق اللجنة العلية للإغاثة تحدث حول أن اللجنة العلية للإغاثة تواصلت مع المركز الملك سلماء والهلال الأحمر الإماراتي فيما يتعلق برفع الاحتياجات الطارئة لمحافظة لأضرار المنخفض الجوي لمواجهة أضرار المنخفض الجوي في محافظة عدن وهناك تحرك في هذا الخصوص وتوجيه بإيصال السيارات التي ستشفط المياه وما شابه إذن نعم يعود إلينا حسين العمودي الراصد في غرفة الرصد الجوي الإرصاد والإنذار المبكر في حضر موت أرحب بك مجددا سيد العمودي كنت سألتك هل زال الخطر فيما يتعلق بالمنخفض الجوي على حضر موت وبقية المحافظات الجنوبية أم ليس بعد سيد العمودي سيد العمودي هل تسمعوني سيد العمودي إذن يعني يبدو أن الوضع هناك وفقدان الاتصال يشير إلى إشكالات في التغطية هناك بالتالي هناك مشاكل جوية على كل حال نرجو السلامة لجميع الأهل هناك في حضر موت وبقية المحافظات التي تضررت أو التي يعني من المتوقع أن يكون هناك إشكالات فيما يتعلق بالمنخفض الجوي إذن كان معنا قبل قليل سيد نزار سراور تحدث عن الوضع الميداني في عدن في مديريات التواهي كريتر وخور مكسر أيضا كانت مشاهدين الكرام شبكة الكهرباء في عدن قد توقفت بشكل كامل في عدن كانت هناك محاولات لعادة التيار الكهربائي ويبدو أنها نجحت هناك خدمة المياه عادت ولو جزئيا هناك خدمة المياه عادت أيضا كما قال السيد نزار سراور قبل قليل وهو الناشط الحقوقي من عدن إذن إلى حين سنذهب الآن مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير بعد أن نستأنف النقاش في هذه الحلقة تفضلوا بالبقاء أنا أشهدكم الله أخرجوا عيالنا أخرجوا أخوتنا أنا أشهدكم الله بحكى الأخوة بحكى الإسلام أخفوا من الله إحنا كلنا يمنيين أسألكم بالله أسألكم بالله أخرجوا عيالنا من السجو أخرجوا عيالنا من السجو هذا أشعر مرضي يكصص يكصص الله يخرجوا 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 مجدد ترحيبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المسائل يمني ورحب من ينضم إلينا عبر الهاتف من أبيان وكيل محافظة أبيان عبد العزيز حمزة أهلا بك سيد حمزة دعنا في صورة الأوضاع الإنسانية في أبيان المتضررة من المنخفض الجوي والأمطار التي حدثت خلال الساعات الماضية بسم الله الرحمن الرحيم بجاية المشكلة بالتغطيس اهتمامها وتغطيتها لهذا منخفض الجوي الذي فيها كهلقار وأضرار بالغة في القطاع الجراعي وفي مختلف القطاعات وفي القطاع الصورة والقطاع الصورة والحيوانية وحتى منازل المواطنين أيضا تضررت من هذا المنخفض الجوي الذي نتج عنه أمطار غزيرة كانت فوق الحج المتوقع ولد تكون الأجانات المتاحة لدى السلطة المحلية والمحافظة والأجانات اللازمة لمواجهة هذا المنخفض الجوي هذا المنخفض التي مرتها محافظة تغيير بالغة كأنها أثر شلبي في كثير من القطاعات وأما القطاع الزراعي حيث تحصلت جميع القنوات الزراعية في جلسة أبيان لأضرار بالغة جراء تدفق الصيون الناتجة على أمطار غزيرة جدا على ذلك أبيان وعلى كثير من الأودية في محافظة أبيان أيضا الطرق تضررت بشكل كبير جدا وخاصة من قسور الأرضية منازل المواطنين تحرضت بأضرار بالغة خاصة من المنازلة القديمة والمنازلة الصينية كذلك النازحون في محافظة أبيان تعرضت منازلهم وخاصة هي ليست منازل في حشش ومعظم المنازحين في محافظة أبيان يعيش في حشش تعرضوا أيضا لأضرار بالغة إنقراف التربة أيضا كان بشكل كبير جدا من قضب مستوى الأودية بشكل كبير نتيجة تدخل فوق السيول في الأودية طيب هل كان هناك خسارة على مستوى البشري سيد حمزة المستوى البشري الحمد لله يعني الخسائر أضرار بأوفيات لا يوجد لكن بعض الأضرار الجروح البسيطة التي صاحب المواطنين اتخذ العلاجات اللازمة والحمد لله لكن الأضرار التي كانت كبيرة جدا في مختلف القطاعات حدثنا عن أبرز الاحتياجات التي نعم لديكم في أبيان ما هي أبرز الاحتياجات التي تريدونها الآن في سياق متابعة هذه الأضرار وجبريها حقيقة الضرار في محافظة أبيان هو ضرر مضاعف مركب نتيجة للوضع الذي تحيش محافظة أبيان من جراء الحروب التي ستوالت على المحافظة ثلاثة حروب آخرها حاب الحوثي الإجرامية التي أدت على كل الألات والمعجزة السراحية من هذه الأضرار التي تحصل اليوم اليوم محافظة أبيان بقطاع الزراعي وإدارة الرئيس وإدارة السلطة يفتقد إلى أهم من الأجهات التي تشاهد على تجاوز مثل هذه الأحداث التي تحصل نتيجة وطول الأوطار اليوم أبيان تتعرض لكارثة حقيقية اليوم أبيان تتعرض لأضرار تدبيرية كبيرة جدا في القطاع الزراعي تحتاج إلى تدخل كبير جدا تدخل التولى في كل شاشاتها وتدخل المنظمات الدولية المانحة لكي تستطيع أبيانا أن تتجاوز هذه الأضرار وإلا تتكون هذه الأضرار في كل مرة تتعرض لها البلاد لمخفض جوي وحطور أنطار ستتكرر هذه المأساة بشكل متكرر ودائم اليوم أهم ما يحتاجها تحتاجها بطالة أبيان هي الخصول على الأليات التي تساعد عمليات الإنقاذ وإزالة الأضرار التي تتعرض لها الطرق والجسور خاصة في الطريقة الدولية في خلال هذا يعني خلال شهر رمضان وهذا اليوم في زهر شوان تعرض الخط الدولي للانقطاع مرتين يعني تقريبا أكثر من 24 ساعة تشرف تدخل الصيول في هذه حسان وهي منطقة بسيطة شارة تحتاج إلى بعض الآليات التي تساعد على هذا الطريق ولا يتعرض المواطنون في هذا الطريق إلى المصاعد والشقاع المتكرر شكرا لك إذن سيد عبد العزيز حمزة شكرا لك إذن سيد عبد العزيز حمزة وكيل محافظة أبيا كنت معنا عبد الهاتف من هناك ورحب الآن مشاهدين الكرام بمن ينضم لنا من عدن عبر الأقمار الصناعية سيد فؤاد مسعد الإعلامي ورحبك سيد فؤاد إذن يعني في السياق الحديث أمام الكارثة التي تحدث في المناطق المنكوبة هناك مئات الأسر خرجت بيوتها بلا مأوى في عدن أبيان الوضع أيضا فيها متضرر هناك لحج ومحافظات أخرى كيف تقيم تدخل وإدارة أجهزة الدولة للتعاطي مع هذا المنخفض الجوي والتنبيه له قبل حلوثه مرحبا بك وبالسادة المشاهدين الحقيقة يعني أن ردت فعل الحكومة أو مواجهة الحكومة لهذه الكارثة التي اتزاملت في أكثر من محافظة وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن يعني ظهر ضعيفا يعني مقارنة بحجم الكارثة وبما كان يعني يجب أن تكون هناك من احتياطات ومن معدات أولية لازمة لمواجهة هذه الكارثة خاصة أن يعني عدن وكثير من المحافظات الجنوبية والشرقية تواجه في العادة مثل هذه الكوارث خصوصا أن هناك تقارير وحالات تخوف والرصد تنبه يعني من وقت لآخر لحدوث مثل هذا الأمر بالإضافة إلى أنه حتى الآن بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الأمطار الغزيرة في محافظة عدن تحديدا لا تزال كثير من الشوارع المهمة والرئيسية والحيوية شبه محاصرة بحفر المياه التي أعاقت الحركة سواء حركة المرور العادي أو حركة السيارات حتى ظهور رئيس الوزراء وسط حفر كثيرة يشي ويكشف أن مواجهة الحكومة جاءت ضعيفة ورغم أنه ظهرت بعض أعمال شفط للمياه في كثير من المناطق خصوصا الأكثر تضررا في كريتر لكن لا تزال هناك مناطق حيوية ومناطق مهمة على مستواعدا لم تجد حتى اللحظة التجاوب المطلوب باستثناء البيانات الحكومية عن توجيهات رئاسية لمواجهة الكارثة لكن لا تزال آثار وبقايا الكارثة موجودة سواء في بعض المنازل أو الشوارع الرئيسية طيب هل كان هناك استجابة طارئة من قبل المنظمات المعنية في هذا السياق منظمات الإغاثية تحدث سواء محلية أو دولية بحسب متابعتك الاستجابة التي ظهرت بشكل سريع كانت من مكتب مشاريع الأمم المتحدة من خلال تزويده لمؤسسة مياه عدن بعدد من آلات الشفط وهذه هي معدات وآلات ضرورية ولازمة خاصة مع انتشار عدد كبير من الحفر التي أغلقت الشوارع بشكل رئيسي هذه هي التي ظهرت ربما أن هناك منظمات ساعدت الجهات والمكاتب الحكومية لكن ما أعلنت عنه حتى الآن هي مؤسسة المياه هذه المعدات وتقريبا عددها ست معدات في سياق الحديث عن الاستجابة كان رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيفة دعا المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل كيف تجد هذه الدعوة في سياق مواجهة هذه الأضرار التي نتجت عن المنخفض الجو لا شك أن دعوة الحكومة بعد حصول الكارثة للمنظمات الدولية يعني يكشف عن خلل كبير وكما فعلت الحكومة في وقت سابق عندما اقتحمل الحوثيون مناطق حجور وتحولت عمل الوزراء وعمل الحكومة إلى ما يشبه عمل الناشطين الاكتفاء بدعوات للمنظمات الدولية وكأن الحكومة ليست إلا وسيطا بين شعبها مسؤولة عنه وبين هذه المنظمات الدولية وهذا ليس عمل الحكومة ربما يكون نتيجة وضع البلد وما تمر به الحكومة من ظروف خاصة لكن لا يعني الاكتفاء بهذه المناشدة وكأن الحكومة قد أعفت نفسها هناك حصلت ردود فعل وواجهة الكارثة لكنها استجابة محدودة ومع ذلك حققت بعض الانفراجات خاصة كما ذكرت لك في منطقة كريتر باعتبارها الأكثر تضرراً والأكثر ازدحاماً سواء بالمباني أو بإعداد السكان وشوارعها الضيقة التي تعذر معها مجابهة هذه الكارثة ومع ذلك لا يزال هناك قصور ملحوظة نشهده حتى الساعة في كثير من الشوارع أشكرك سيد فهد مسعد الإعلامي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن أشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاد كل الأمال والدعوات لأهالينا في عدن وأبيان وكذلك حضر موت وكل من يواجه المنخفض الجوي بالسلامة بإذن الله في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات ضاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء اشتركوا في القناة